بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة مثال لحل معادلة تفاضلية جزئية بشرط ابتدائي كنا قد شرحنا في الشريحة السالفة طريقة حل المعادلة التفاضلية الجزئية سنحل الآن مثال على هذه الطريقة مثال حل عدديا وهذا المثال الجاي في دورة اختبارات حل عدديا المعادلة التفاضلية التالية المشتق التاني مثل X تربيع زي المشتق التاني مثل Y تربيع X بE أو Y حيث X بين 0 وال2 والY بين 0 وال1 والشرط الابتدائي الذي يحققه المحور OX على المحور OX يساوي X وعلى الموازلة له يساوي إلى E أو X الموازلة له هو X يبعد عنه بمقدار 2 يعطى بهذا الشرط وعلى المحور OY هو 0 والموازلة له هو 2 بE أو X علما أنه X بين 0 وال2 والY بين 0 وال1 والS يساوي الK يساوي النصف إذن هنا عطيني الS وعطيني الK لأول خطوة كما شرحنا أن نرسم الشبكة الشبكة عبارة عن مستطيل طوله من الصفر إلى الاثنين والY من الصفر إلى الواحد إذن هذه هي وبالتالي هذا هو المستطيل اللي عندي هذا هو المستطيل R الآن التقسيم هو نصف إذن هي نصف واحد واحد ونص هي نصف واحد إذن من هنا نرسم خط أعمدة ومن هنا نرسم أسطر النقاط الحادية هي هذه النقاط هذه النقاط بكل بساطة إذن أن نسميها إذن هذا العمود الأول السطر الصفري هذا العمود الثاني السطر الصفري هذا العمود الثالث السطر الصفري هذا العمود الرابع السطر الأول هذا العمود الأول السطر الثاني إذن أن هذا صفر واحد اثنين إذن هذا العمود الثاني السطر الثاني هذا العمود الثالث السطر الثاني إذن وهذا العمود الصفري السطر الأول إذن بهذا الشكل قسمت لدينا رسمنا الشبكة وطبعا طول كل منها هو عبارة عن النصف حيث هو عطني الاش يساوي الكا يساوي إلى النصف فأستطيع أن أرسم هذه الشبكة بهذا الشكل الآن بما أن الاش يساوي الكا إذن تقسمت لدي لنحسب الآن قلت الخطوة الأولى نرسم الشبكة رسمناها الخطوة التالية نقوم بحساب اليو واحد صفر من الشروط الابتدائية من الشرط الابتدائي الشرط الابتدائي على هذا المحور أن يو إكس صفر على السطر لما الواي تساوي الصفر أي على المحور أو إكس الإكس هي إكس إذن فمعنات يو واحد صفر ما هي إكسات هذه النقطة إذن هي نصف إذن معناتها هذه النصف يو اثنين صفر ما هي إكساتها هي واحد إذن معناتها هذه تساوي إلى الواحد يو ثلاثة هي واحد ونصف إذن ثلاثة صفر هي واحد ونصف إذن بهذا الشكل حددت الآن على الموازيلة له ويبعد عنه بمقدار واحد إذن يو إكس واحد على هذه الشرط الابتدائي هنا هو إي أس إيكس معناته يو تنين واحد هي إي أس نصف هي إي أس نصف إي أس نصف هذه إي أس واحد هذه إي أس واحد ونصف بهذا الشكل طبعا إي أس نصف بحسبها بطلع معي واحد فاصلة إي أس واحد يعني الإي هي اتنين فاصلة سبعة واحد مين أربعة الإي أس واحد ونصف كمان بنحسبها بتطلع ثلاثة فاصلة إذن بهذا الشكل الآن نأتي إذن على الموازيات والمحور أو إيكس الموازيلة له طلعناهن الآن نأتي على المحور أو وي على المحور أو وي عطيني الشرط على المحور أو وي هو صفر فعندي نقطة واحدة فقط بحطة يساوي إلى الصفر فحسب قيمتها على المحور الموازي المحور أو وي عندي يساوي ثنين إي أس واي فمعنات هذا إي أس يساوي يساوي ثنين إي أس وايات هذه النقطة هي نصف معناتها ثنين إي أس نصف إذن هذا الإي أس نصف هي واحد فاصلة ستة ضرب ثنين تطلع معي ثلاثة فاصلة إذن وبالتالي أكون قد حسبت كل هذه الشغوط الحدية إذن الخطوة الأولى كانت نرسم الشبكة ونحط عليها النقاط الحدية بعد التسمية الخطوة الثانية قلت نحسب من الشرط الابتدائي هيا حسبناه ننتقل إلى الخطوة الثالثة إن المعادلة التفاضلية التي لديها هي المعادلة التالية الآن المشتقة الثانية تعطى بهذا الدستور والمشتقة الثانية بالنسبة لـ وي تعطى بهذا الدستور وهذا ما ركب لعداد إكس آي وي الآي حيث الآي من الواحد حتى الإن نائس واحد والجي من الواحد حتى الإن نائس واحد إذن نحن نريد أن نحسب فقط هذه النقاط بواسطة هذه فأحتاج إلى سلاس معادلة بسلاسة مجاهي الآن طبعا الان هي عبارة عن 4 معاتها 1 2 3 والان هي 1 فان ناقص 1 هي عبارة عن 1 مع التشهيل السطر الأول فقط إذن من هنا نحصل على الاي هي 1 2 3 ومن هنا نحصل على الج هي 1 الآن نعود لما الاي يساوي الواحد الج يساوي الواحد نعود في هذه الأعلى طبعا هنا الاش تربيع والك تربيع متساويات ويتين يوم كلاهما يساوي إذن فيمكن أن أخلص منهم أضرب الطرفين في الاش تربيع فأحصل على هذه العلاقة ثم أعوض فأحصل على ما يلي إذن إذا حزفنا المقامات الاي زائد 1 ضربنا بالاش تربيع فحصلنا على هذه الآن الاي والواحد حتى 3 والش من واحد إذن نعطي الاي يساوي الواحد والج يساوي الواحد في هذه العلاقة بدأت تصير معي 2-1 ناقص 4-1-1 ناقص U-0-1 U-1-2 U-1-0 إذن هذا يساوي H تربيع X-1 و E-S-Y-1 طبعاً ال-H معروفة هي نصف نصف للتربيع X-1 معروفة هو عطينيها وهي عبارة عن النصف وال-Y-Y E-S-Y-1 ال-Y-1 أيضاً معروفة هي نصف نعود في هذه العلاقة فنحصل على المطلوب أيضاً لما I-2-J-1 نحصل على المعادلة لما I-3-J-1 نحصل على المعادلة الثالثة الآن الشروط الابتدائية قلت بعد ما نحصل على جملة المعادلات نرجع للشروط الابتدائية اللي عندي بعد حسابه نعود هنا نعود كل هذه القيم التي أمامي بالشروط الابتدائية أعود U-1-0 U-1-0-1 U-1-2 U-2-0 U-4-1 U-4-1 هذه أيضاً من الشرط الابتدائي U-2-2 U-3-2 كل هذه من الشرط الابتدائية بعوضها في الجملة اللي أمامي فأحصل على الجمل بالشكل التالي الآن نرتب هذه الجملة بحيث العمود الأول U-1-1 العمود الثاني U-2-1 العمود الثالث U-2-2 فنحصل عليها أنا يمكن أن أضع النتائج ضمن مصفوفة وتكتب المصفوفة في هذا الشكل طبعاً صار عندي جملة ثلاث معادلات وثلاث مجاهل يمكن حلها ببساطة بإحدى الطرق التي أخذناها سابقاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته